شفاه وهو نور من منا يملأ الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الذي نكمل فيه موضوع الطفولة الطفولة ذلك العالم رغم مرحلة الضعف التي يمر بها إلا أنه عالم متكامل من الأحكام تقدمت من أجله في المجالات التربوية بحوث مستفيضة وفي الموجالات الطبية تخصصات مرموقة ولم يكن الفقه الإسلامي متأخرا عن هذا الزخم من الاهتمام ففي الإسلام كما استمعتم في الحلقة الماضية فقه متكامل يرعى الطفولة في أحاسيسها وفي تصرفاتها وفي حقوقها المعنوية والأدبية كانت الحلقة الماضية تفصيلا لبعض هذه الجوانب الفقهية الراقية وفي حلقة اليوم سيكون الطفل في عالم السوق يبيع ويشتري وفي الوسط الاجتماعي يمنح الهبات ويقبضها ويعترض على الشفعة أو يطلبها ويمثل أيضا في المحكمة أمام القضاء وسيكون وليا في بيته على أمه وأخواته وليس هذا فقط فهناك من يرغب في تحويله زوجا أو زوجة وهما بعد لم يبلغ الحلم مما يعيد الجدل مرة أخرى حول تزوج الصغر وغيرها من المسائل الفقهية في عالم الأطفال فأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم ومع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجينا منكم أن تشاركوا إخوتنا وأخواتنا أخواتنا عبر هذا الرقم 24-9-4-3-7-0-0 هناك أيضا شبكات يمكن أن تتواصلوا عن طريقها معنا وسنستعرض بعض أسئلتكم على الشاشة إن شاء الله تعالى فضل الشيخ أهلا ومرحبا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب أمين فضل الشيخ تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الأحكام المتعلقة بعبادات الطفل وكما بينتم أيضا عندما نقول الطفل فإننا ما نعني به الإبن والإبنة يعني الذكر والأنثى اليوم نريد أن نطرح سؤالا هو ربما لا يزال يتعلق بمواضيع الحلقة الماضية قبل أن ندخل في مواضيع البيوع وغيرها الذبائح هل يصح للطفل أن يباشر الذبح وتكون ذكاته مقبول شرعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فنظرا لما تقدم من أن الصبى مؤثر في الأحكام وأن ذلك مأخوذ من جملة آيات في كتاب الله عز وجل نجد فيها أن الله تبارك وتعالى قد استثنى الأطفال من جملة أحكام كإظهار عورات النساء وكأحكام الاستثناء كما أننا نجد في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جملة من الأحكام الشرعية التي عمل فيها الصبيان ذكورا وإناثا معاملة خاصة فاستنبط منها العلماء القاعدة المتقدمة وهي أن الصبى مؤثر في الأحكام وقد تقدم أيضا أن للعرف دورا كبيرا في ضبط أعمال الصبيان وأقوالهم نعم فإن جملة من الأحكام الشرعية نجد أن العرف المستقرة المجتهرة في مجتمع من المجتمعات هو من ضوابط أحكام أعمال الصبيان وتصرفاتهم نعم ونظرا أيضا لما تقدم حتى ندخل إلى التفريع الفقهي نظرا لما تقدم من أن حسنات الأطفال تقبل وأن الأعمال الصالحة يؤجرون عليها وأن صلواتهم وأداءهم للصيام وأداءهم للحج كل هذه الأعمال تقبل منهم ويؤجرون عليها فإن القول الراجح نعم في أن ذبائحهم تقبل وتعد ذكاتهم ذكاتا شرعية نعم يحل أكلها هذا هو القول الراجح إذ ليس أمر الذبائح بأيسر من عمود الدين ولا من أركان هذا الدين من صلاة من صيام ومناسك حج نعم وهذا لا يعني أن الذكاء ليست من العبادات بل إن التذكية هي من العبادات بإشارة واضحة في كتاب الله عز وجل وهي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله وكلوا مما ذكر اسم الله عليه فإذا كانت عباداتهم تصح فإن تذكيتهم أيضا تصح هذا هو القول الراجح وإنما هذا يكون من الصبي المميز القادر على الذبح ولا علاقة لذلك ولا علاقة لذكاته بالاختتان من عدمه وإن كان هذا من ضمن هذه الأقوال نعم واشتراط التمييز حاصل لأن من كان دون التمييز لا تسعفه قواه البدنية على الذبح اللهم إلا أن يذبح شيئا من الطيور التي يباح أكلها نعم فهذه بحسب أعمارهم تقبل منهم لأنهم عندئذ يكونون قادرين أيضا على التذكية لهذه الطيور نعم وإلا فإن من الفقهاء من منع ذبائح الأطفال مطلقا وهذا قول موجود وإن كان قليلا في المذاهب الإسلامية ومنهم من اشترط بالاختتان ومنهم من اشترط بالتمييز ومنهم من علق ذلك بأدائهم للصلاة نعم فقال إن كانوا يؤدون الصلاة فإن ذكاتهم تقبل وإن كانوا لا يصلون بعد فإن ذكاتهم لا تقبل ومن الأقوال الطريفة في هذه المسألة ونحن أيضا يعني مما نضفيه على فقه الطفولة بيان بعض الأقوال النادرة أو الطريفة نعم أن من فقهاء المسلمين من يرى أن ذبائح الأطفال إنما هي للصبيان فقط نعم فذبيحة الطفل يأكلها الأطفال سبحانه ولا أعرف أيضا يعني مسوّغ هذا القول اللهم إلا أن يكون يعني اجتهاد ونظر في أنهم غير مكلفين نعم ولذلك أو في أنهم غير مكلفين ولذلك أو من أجل ذلك فإنهم يكتفون بذبائحهم بأنفسهم هذه هي جملة الأقوال وقد تقدم أن القول الراجح الصحيح هو أن تذكيتهم تصح وذبائحهم وأن ذبائحهم تأكل والله تعالى أعلم هذا القول النادر الذي تفضلتم به فضل الشيخ أثار سؤالا آخر نعم وهو هل يصح للطفل أن يأكل من ذبائح غير المسلمين على اعتبار أنه غير مكلف هو لكونه غير مكلف فإنه لا يجري عليه ما يتعلق بالوزر والإثم وارتكاب معصية أو خطأ نعم إلا أن وليه إن كان في محضر منه فإنه يأثم على ذلك الولي هو الذي يأثم إن كان يعني إن حصل هذا في حضوره فإنه يأثم إذ ينبغي له أن يرشده إلى أن يأكل مما أباح الله تبارك وتعالى وأن نشئه على الحلال الطيب نعم لكن لا يصل الأمر للأطفال إلى حد الإثم ولذلك نجد أيضا مما يتصل بمثل هذا الموضوع لبس الحرير نعم نجد أن الفقهاء أيضا يتساهلون لأن تحريمه إنما كان على المكلفين البالغين لكنهم رأوا ملحبا تربويا وهو أنه قد يحتاج إليه كزينة أو لباس حسن للأطفال على أن يكونوا صغارا نعم أما إذا بدأوا في الأخذ في الطفولة والتقدم في الأعمار فإنهم لا ينبغي إلا أن ينشأوا على معاني هذا الدين وأحكامه وأخلاقه نعم فذكروا من الأطفال ينشأوا على معاني الرجول حتى يألفها نعم وحتى تكون طبعا فيه والأنثى من الصبيان أيضا تنشأ على الزينة والحلي وعلى خلال النساء نعم حتى تعزز فيها أيضا صفات الأنوثة المحمودة والله تبارك وتعالى يشير أو القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى وهي إشارة مهمة بالغة الأهمية لا سيما في واقعنا المعاصر اليوم نعم في قوله تبارك وتعالى أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وهو في الخصام غير مبين ففيه إشارة إلى أن الإناث ينبغي أن ينشأ على ما يتناسب مع جنسهن مع أنوثتهن ومع أخلاق الإناث نعم وحتى لا نجد نشازا أو شذوذا بين طبعها وبين ما جبلت عليه من الجنس الذي خلقها الله تبارك وتعالى عليه وكذا الحال بالنسبة للذكور من الأطفال بقي معنا في موضوع العبادات سؤال آخر فضل الشيخ يتعلق بالطفل نفسه عندما لا يكون على طهارة هل يصح له أن يلمس المصحف أو أن يقرأه أيضا؟ مما يتساهل فيه إلا أنه ينبغي أن يعود على الطهارة وأن يعلم آداب لمس المصحف لكنه لا يؤاخذ إن فعل ذلك إذا كان جملة من العبادات وقد تقدم بعضها كمناسك الحج توتفر فيما يتعلق بالطهارة قدر المستطاع يؤمر الأولياء أن يحرصوا على طهارته وعلى نظافته إلا أنه إن كان ذلك شاقا يتعذر عليهم أو يصعب فإنه معفو عنه وكذا الحال فيما يتعلق به لأنه غير مكلف ذكرتم فضل الشيخ موضوع العورات ومعنا هنا سؤال عن طريق التويتر من الأخ سعيد يتحدث فيه ننظر إلى السؤال الآن على الشاشة يقول الأخ سعيد ما هي حدود الطلاع الأب على عورات بناته الصغار وكيف يتصرف في أمر تنظيفهن في حال عدم وجود الأم طيب أيضا ما يتعلق بعورات الصبيان هي من المسائل التي ناقشها الفقهاء نظرا لأن للصبيان أحكاما فيما يتعلق بمس العورات والنظر إلى العورات نعم في الفقه الإسلامي ودعنا نؤصل للمسألة أولا جيد الأقوال الواردة في عورات الصبيان بالمس أو النظر و هل ينقض ذلك الوضوء هل يباح المس والنظر أو هناك تفاوت بين المس والنظر و ما هي الحدود كل هذه الأقوال إنما هي مبنية على الاجتهاد والنظر نعم و معنى ذلك أنه لا نص في الموضوع حتى يحتكم إليه و يصال لا نص خاص في الموضوع فيما يتعلق بعورات الأطفال فيما يتعلق بعورات الأطفال نعم و بناء على ذلك اختلفت أنظار الفقهاء فمن قائل بأنه لا فرق بين عورات الأطفال و عورات البالغين و لذلك فإنه يمنع مطلقا المس والنظر إلى عورات الصبيان لأنه لا فرق و لا دليل يفرق بين عورات الصبيان و عورات غيرهم نعم و هذا قالت به طائفة قليلة من الفقهاء لكنه موجود من مختلف المذاهب الإسلامية نعم و قول بإجازة المس والنظر إلى عورات الأطفال أيضا بالإطلاق و قالوا بأن فروج الصبيان فروج الأطفال إنما هي كفروج البهائم أو كبضعة من أجسادهم كالأصابع على سبيل المثال نعم فهؤلاء أيضا رأوا أن عورات الأطفال لا يسري عليها ما يسري على عورات البالغين و لذلك فإنه يباح النظر و المس و كل الأقوال الواردة بالإباحة تشترط عدم الشهوة فهذا شرط في كل الأقوال هذا قيد لا بد منه نعم و إنما نتحدث عن الأحوال العادية أما من يرى المنع مطلقا فهو لا حاجة إلى هذا القيد نعم المنع مطلقا و الإجازة مطلقا مع بيان منشأ هذين القولين نعم و قيل بالتفرقة بين باطن الفروج و ظاهرها و هو قول منسوب إلى الإمام جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه فإنه يرى الإباحة إلا إلى باطن فرج الصبية فإنه حينئذ يرى المنع فإذا رأى الفرج المنفرج كما هو التعبير نعم فإذا مس أو نظر فإن ذلك ناقض لوضوئه و إلا فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك إذن هذا تفريق مبني على التفرق بين ظاهر الفروج و باطنها و هذا يتحقق في الصبية دون الصبي نعم و قول يفرق بين الذكر و الأنثى و هذا القول يوجد في كتب الفقه و أغلضوا في شأن فرج الصبية ما لم يغلضوا في شأن فرج الصبي الذكر و الحقيقة أنه لا دليل على التفرقة نعم حتى ما ذكروه من أن العورة أشد في البنت دون الذكر و أن الاجتهاء فيها أكثر فإنه غير مضطرد لأن هذا يمكن أن ينظر إليه بالنسبة للرجال نعم أما بالنسبة للنساء فإن الحال كذلك مع عورة الصبي الذكر نعم و لذلك التفريق على هذا الأساس فيه نظر مع أنه قول رائج نعم و قول رابع بالتفريق بين الرضيع و غيره فإن كان لا يزال رضيعا فلا إشكال و هو قول أبي زياد من أصحابنا نعم نعم و أما إن بدأ بأكل الطعام فإنهم يشددون و لم يرى الشيخ السالمي رحمه الله تعالى وجها إلا الضرورة و هي التي يشير إليها الجزء الثاني من السؤال نعم و هو أن الرضيع لا يستطيع لا يقوى على القيام بشأن نفسه و لذلك فهو بحاجة إلى من يقوم بشأنه و لذلك فإنه يرخص فيهم و رأى نور الدين السالمي رحمه الله تعالى أن هذا الاعتبار إنما هو لأجل الضرورة لا لذات الموضوع لكن هذا القول موجود و هو منسوب إلى أبي زياد و القول الذي رجحه الشيخ السالمي و هو الذي يقتضيه النظر هو الإباحة في حق عورات الصبيان إلا إذا كانوا ممن يشتهي أو يشتهى أو يستحيي أو يستحيا منه نعم فإنه حينئذ يشدد جميل هذا ضابط واقع هذا هو يعني القول الذي رجحه الشيخ السالمي و له حظ من النظر نعم و هو قول وسط بين هذه الأقوال جميعا و لذلك سار عليه أيضا كثير من الفقهاء نعم مع ما تقدم من قيد منع التشهي مطلقا نعم و إن كان السؤال عن السن التي يمكن أن يقال بأنها هي السن التي دونها فإنه لا يستحيا من الصبيان و لا يستحي الصبيان و أنفسهم أو لا يشتهون نعم فإن هذا أيضا داخل في الأعراف و في البنية الجسمانية و نمو الأطفال نعم و لذلك فإن الضابط إنما هو في أو ما يمكن أن يكون ضابطا إنما هو أن لا يشتهى مثلهم و أن لا يشتهي مثلهم و أن يكون يعني الاستحياء و الستر هو الضابط الأقرب نعم و لا يعني هذا أيضا أنه يرخص للأولياء أن لا يغلسوا في نفوس ناشئتهم حب الستر و العفاف و الاستحياء و ستر العورات بل هم مأمورون بذلك لكن فيما يتعلق و هذا أيضا سندخل إلى الجزء الثاني من السؤال هو مما تقتضيه الضرورة أو يقتضيه حاجة التربية و العناية بالأطفال إذ لا يتيسر أن تقوم الأم بذلك دائما أو أن يكون في البيت من يمكن أن يقوم بشأن البنات من الأطفال للتنظيف و التطهير و التلبيس و غير ذلك فحينئذ يباح للأبي مع تعففه قدر المستطاع ابتعادا عن الريبة و أيضا تنشئة للطفلة نفسها على الاستحياء و هذا ملحظ فقهي و تربوي معتبر شرعا لكن مع ذلك ينبغي الاحتياط و أعذرني على الإطالة لكن أقصد بالاحتياط في مثل هذه القضايا أن التورع فيها أسلم و الاحتياط ألزم لا سيما إذا ما ثبت لدى التربويين و علماء النفس أن هناك بعض الآثار التربوية النفسية التي يمكن أن يريثها الأطفال من جراء التساهل في أمر العورات بالنظر أو بالمس فحينئذ لا بد من الحزم و لا بد من الاحتياط لكن لا يمكن أن ننفي الخلاف الموجود في المسألة و مع ذلك الضرورة تقدر بقدرها و إلا فالاحتياط أسلم و ينبغي الأخذ بما هو أحزم و الله تعالى أعلم جميل أزاكم من خير فضل الشيخ هناك أيضا سؤال آخر مرتبط به في التويتر من الأخت شهبة نقرأه أيضا على الشاشة الآن السؤال يقول لو تكرمتم كيف يتعامل المجتمع والأسرة مع الطفل أو الطفلة الذي تعرض للتحرش الجنسي في المدرسة تحدثنا سابقا عن التحرش الجنسي ولكن لأن هذا الموضوع مرتبط بالأطفال هم ضحايا إذا كانت السائلة أو الأخ سائل إذا كان السؤال لا نعرف سائل أو سائل إذا كان السؤال هو عن الأطفال الذين تعرضوا للتحرش فإذن لا بد أن نفهم أنهم ضحايا و لأنهم ضحايا فلا يصح تعنيفهم لكن ينبغي أن يعودوا على أن يفصحوا عن ذلك و قبل ذلك لا بد من تدريبهم على طرق الوقاية و الحصانة بأن يتجنبوا الأسباب التي يمكن أن تفضي إلى التحرش وهذا نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى داخل الأسرة و فرقوا بينهم في المضاجع علموا أولادكم الصلاة لسبع و ضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع فالاحتياطات و سبل الوقاية و تحصين الأطفال من التحرشات الجنسية داخل الأسرة أو في المجتمع أو في المدرسة أو في أي مكان يكونون فيه هو مما لا يصح إهماله من الوالدين بل عليهم أن يولوا هذا الجانب عناية فإذا حصل لا قدر الله و تعرض طفل لتحرش فإنه لا بد للوالدين أن يظهر لطفلهم أنهم مع و أن ذلك لا يؤثر في شخصيته و أن الفاعل سوف يأخذ جزاء و أن يعينوه على التخلص من الآثار النفسية التي أصابت و أن يستعينوا بأهل الاختصاص بالأطباء النفسانيين و بالمختصين بمثل هذه الحالات في تنقية أي شوائب يمكن أن تلحق بالطفل و أن يعيدوه إلى رياض طفولته النظرة بالأنشطة الأسرية و الرياضية و العلمية و الثقافية الحاصل لا يصح أن يهمل و لا يصح أن يعير و لا يصح أن يهزأ به و لا يلام أو يعتب عليه لأنه طفل و هذا الفعل الذي وقع عليه لا ينفي عنه براءته و لا براءة طفولته و لا يمكن أن يؤثر في حقه بالمساندة و العون و إنقاذه مما تعرض له و الله تعالى ألم جميل إذن بعد هذا التفصيل المتعلق بالعبادات ننتقل إلى فاصل قصير بعده بحول الله تعالى ندخل في عالم البيوة سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء وهو نور من منار يملأ القلب ضياء سؤال أهل الذكر جاء فيه عن جهل شفاء وهو نور من منار يملأ القلب ضياء يملأ القلب ضياء يضعث الأرض مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة خاصة عن الطفولة عن الإحكام المتعلقة بعالم الطفولة رقمنا الذي يمكن أن تشاركه من خلاله 24943700 في هذا الجزء المتبقي من البرنامج سنتحدث عن البيوع سنتحدث أيضا عن ولاية الصبي سنتحدث عن بعض الحقوق المعنوية أيضا فضل الشيخ متى يصح للطفل أن يمضي عقدا بيعا أو شراء ما يتعلق ببيع الأطفال وشرائهم الضابط الجامع لذلك هو أولا أن يكون بيعهم وشراءهم في المنقولات نعم التي هي ذات أثمان يسيرة هذا ضابط آخر وأن يجري العرف ويشتهر بذلك مع انتفاء الريب وطمأنينة النفس إلى أنهم مأذون لهم بالبيع والشراء في هذه المنقولات التي يخف ثمنها نعم هذه هي يعني الضوابط مع طبعا اشتراط انتفاء الغبن فلا يصح ممن يتعامل معهم بيعا وشراءا أن يستغل طفولتهم في أن يغرر بهم أو أن يكون هناك تغاب نعم إذن ما خف ثمنه من المنقولات فالأصول خارجة وأن يجري بها العرف والأعراف تتفاوت من مجتمع إلى آخر نعم يعني حتى أثمان هذه المنقولات يعني على سبيل المثال نحن في مجتمعنا لا يقبل أن يبيع الأطفال السيارات مع أنها من المنقولات أو الأراضي أو الأراضي من الأصول العقارات كلها من الأصول هذه خارج ابتداءا لكن المنقولات لنأخذ الأجهزة الذكية على سبيل المثال ما يتعامل معه الأطفال تتفاوت أثمانها منها ما هو رخيص الثمن وتجد أن الأطفال يتبايعون فيها يتبايعون بها ويشترونها نعم ومنها ما هي غالية الأثمان فحينما يغلو ثمنها فإن هذه ريبة وعلى من يتعامل معهم أن يتوقف حتى تطمئن نفسه إلى أنه مأذون لهم بذلك نعم لما قلت أيضا أن يجري العرف هذا هو معنى أن يمضي العرف وأن يكون شاهرا نعم بالأثمان ونوع البضائع والسلع التي يبيع فيها الأطفال ويشترون نعم وقلت مع انتفاء الريب وطمأنينة النفس أيضا تجد أن عبارات الفقهاء تتفاوت فإن كان البيع والشراء في أماكن اعتاد الناس البيع والشراء فيها وفيهم الصبيان فلا إشكال نعم هذا عرف الحوانيت والأسواق والدكاكين والمجمعات التجارية أما إذا كان في أماكن هناك ريبة في أن هؤلاء الأطفال غير مأذون لهم أو أنها ليست ملكا لهم هذه البضائع التي يبيعونها في مكان منقطع يلتفتون يمنة ويسرى في غير المكان الذي يتبايع فيه الناس عادة فهذه ريبة وباعث لاضطراب النفس وعدم طمأنينتها ولذلك فإنه حينئذ لا يصح البيع والشراء أحيانا العكس يعني يؤذن للأطفال بالبيع ببعض السلع والبضائع الخفيفة التي يخرجون بها على الطروقات ويكون العرف مستنكرا لأن يبيعوا ويشتروا داخل الأسواق والحوانيت فالعرف معتبر هنا لكن هذه هي جملة الضوابط مع خلاف طويل في المسألة لكن جماهير أهل العلم يرون هذه الضوابط هي التي تحدد بيوع الأطفال وهذا ديانة وعرفا لا حكما قضائيا فللأحكام القضائية باب آخر لكن إذا وجدت هذه البيوع هذه الأنواع من البيوع في المنقولات التي يخف ثمنها كأنواع الفواكه والمنقولات والخضروات وغير ذلك هذا موجود وبعض المنقولات كما قلنا يعني حتى من الأجهزة المعاصرة مما يخف ثمنه فلا إشكال في ذلك وهذا مما يجري به العرف وهو مقبول شرعا وعندئذ تكون مبايعتهم والابتياع منهم يكون كل ذلك صحيحا شرعا طيب لو حدث العكس أحدهم وجد طفلا أو مجموعة من الأطفال في مكان مريب ليس هو من أنواع السوق أو غيره نعم يبيعون شيئا يحمل قيمة عالية واشترى منهم هل يعتبر البيع منفسخا أو باطلا نعم لا يقع البيع صحيحا حينئذ وعليه أن يرد المتاع إلى أهله أو قيمته أو يعني أن يضمن ذلك المتاع إن كان مما يستهلك أو تلك البضاعة إن كانت مما تستهلك إلا إذا أجاز الولي الصفقة نعم فهذا أيضا مما ينبغي أن يلاحظ يعني نحن نتحدث عن حالة هي مما يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نعم لكن إذا وجد شيء من هذه الصفقات على خلاف هذه الضوابط العامة وأجازها الولي ولي أمر الطفل فحينئذ لا إشكال في هذه المسألة لا إشكال في صحة هذا العقل بإجازة الولي له وإذن أو إذن الولي لصفقة الصبي جميل فضل الشيخ أيضا الطفل نفسه قد يمتلك مالا نقدا أو منقولا كما تفضلتم وقد يكون بعض هذا المال عطية من الأبي نفسه أو هبة منه لكن في ما يحدث أن الأب في كثير من الأحيان يتصرف في مال هذا الإبن يمتلك دراجة هوائية اشتراها له و أعطاه إياها نعم لكن في لحظة غضب يقوم بحرمانه منها يبيعها مثلا هل يصح للولي أن يتصرف في مال الصبي من هذا النوع هذه المسألة فيها خلاف نعم ومن شاء الخلاف هو تعارض بعض الأدلة نعم فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت و مالك لأبيك و الحديث صحيح و فقهه أي فقه هذا الحديث يسوّغ للآباء أن يبيعوا ما هو في ملك أطفالهم دون إحداث ضرر و دون اعتداء على ملك الأولاد فإذا كان هناك احتياج اضطرار للولد إلى ما في يده فليس للأبي أن يتسلط عليه و أن يبيعه و يدخل ضررا على ولده احتجاجا بهذا الحديث النبوي الشريف نعم بل إن محل فقه الحديث هذا الحديث النبوي إنما هو في غير ما إضرار بالولد و الأصل أن هذا حتى في البالغين يقابل هذا الحديث رواية أخرى و هي قوله صلى الله عليه وسلم كل أحق بماله و في رواية بما في يده نعم فهذه الرواية أيضا تثبت أن كل أحد حقيق بما في يده و لذلك من حيث التكييف الفقهي قد يكون فعل الأبي صحيحا لكن إذا كان فيه اعتداء على الطفل أو كان فيه ظلم للطفل فإن الطفل أو الضرر مرفوع من أي كان و على أي أحد كان نعم الضرر مرفوع لا ضرر ولا ضرار في الإسلام و هذا ديانة بينه و بين الله تبارك و تعالى أما من حيث صحة الفعل فقد يكون الفعل صحيحا في الصورة التي ذكرتمها نعم لكن ديانة إن كان هناك ظلم أو تعصف في استعمال هذا الحق من الأب حتى نحو ولده فإنه يأثم فيما بينه و بين الله تبارك و تعالى كمير ننتقل إلى موضوع الهباء و حسنا نتجاوز بعض الأسئلة التفصيلية نعم الطفل يمتلك الرغبة في أن يهب كما يهب الكبير نعم فيهب صديقه أو قريبه شيئا من ماله هذه الهباء تعتبر مقبولة شرعا أيضا ضابط ذلك العرف فإذا كان العرف يأذن لمثله في أن يهدي أو يهب غيره كمعلم أو صاحب أو صديق فذلك سائغ و صحيح شرعا نعم و يمثل أيضا من الطرائف في كتب الأثر أنهم يمثلون بإعطاء الطفل لمعلمه الرطب والخلال والنبق والقضيم لعل بعض هذه المصطلحات لا يعرفها أطفالنا اليوم لا يعرفون القضيم و إن كانوا يعرفون النبق فلا يعرفون الخلال إذا كانوا يعرفون الرطب صحيح ما تغير الزمن نعم لكن هذه أمثلة لما أيضا يعني قلت قيمته و يرى العرف بقبول أن يكون الإهداء من الأطفال لغيرهم من البالغين أو غيرهم أو حتى ما كان يعني لأنه كما يقول الشيخ القطب أيضا في شرح النيل يقول بأن ذلك يتفاوت من مجتمع إلى آخر قد تسمح نفوس بعض الأولياء في مجتمع بما يظهر أنه غالي الثمن في مجتمع آخر لكن العرف أو السنة الجارية عندهم تسمح بذلك فهذا لا إشكال طبعا هذا في غير ما يكونوا مرسلين من أوليائهم إذا كانوا مرسلين فما هم إلا رسل يبلغون يعني أو بواسطتهم تصل هدية الوالدين أو هدية البالغين إلى غيرهم و إنما الحديث و محل السؤال في ما يهدونه بأنفسهم لغيرهم أما إذا أهدوا ما يجهلون قيمته و كان غالي الثمن فحينئذ لا يصح هذا التصرف لأن فيه جهال فيه غررا و فيه جهالة معتبرة شرعا معتبرة في إفساد أو إبطال هذا التصرف أثرتم سؤالا أو موضوعا غاية في الأهمية فضل الشيخ عندما تحدثتم عن الخلال و غيره الأطفال الآن يعني يرتاحون في بعض الأحيان إلى بعض المعلمين نعم فيهدونهم يعني الحلاوة و الشوكولات و غيرها و بعض الأشياء لخصة الثمن نعم المعلم الطفل يفعل ذلك لأنه يحب معلمه أو معلمته نعم المعلم أو المعلمة هل يصح أن يقبلوا هذا من الأطفال أليس هو نوعا من الرشوة مثلا في أن يعطوهم درجات زيادة لا إذا وجدت مثل هذه الريبة فنعم لا يصح لهم هذا نعم أما إذا كان لتعويدهم على السخاء و الكرم و على التواد و التعاطف فلا إشكال لكن لا بد من النظر أي ذات التصرف في ذاته ليس بمحرم لأنه اللهم إلا أن يوجد اعتبار خارجي كالرغبة في زيادة الدرجات التقرب إلى المعلم نعم فهذا حينئذ مما لا يصح و إلا فمن الصور التي ذكرها الفقهاء معلم القرآن أن يهديه الطلاب بعض هذه الهدايا البسيطة و هذه الهبات التي يجري العرف بقبولها دون أن يكون لذلك أثر في حضوتهم عند معلمهم و في يعني ما يتلقونه منهم فلا إشكال لما إذا وجدت قرينة أو علامة على شيء من المقاصد المشبوهة أو السيئة فحينئذ لا يصح أن يعانى الأطفال على مثل هذه التصرفات خاصة في هذا الزمن يعني عندما يدرك الأطفال أن المعلم يمتلك أربعين درجة أو ستين درجة لا هذه ريبة قوية إذن هذه ريبة قوية طيب فضل الشيخ الوصية كالهبة في هذا لا الوصية أمرها مختلف نوعا ما و أنا هنا ألخص يعني ما تفرق من أقوال يعني حتى مسألة البيوع فيها خلاف طويل مسألة الهبات فيها وإنما ألخص مراعاة للوقت طيب الوصية باختصار شديد فيها خلاف و على القول بالجواز فإن القائلين بالجواز يشترطون أن يكون الصبي مميزا و أن لا يلقن الإيصاء يعني أن يكون من ذات نفسه أن يوصي و أن يكون ذلك بالمعروف و في بر أو صلة أما في الحقوق كان يوصي لغيره فهذه الأكثر حتى من المجيزين منعها إذن مرة أخرى نعم أن تكون من صبي مميز دون تلقين من أحد بالمعروف في بر أو صلة و ليست في حقوق البر و الصلة كأنواع الصدقات كالحج إلى آخر نعم و الحقوق هي حقوق كأن يقول بأن عليه ضمانات و هو يعني لا يزال صبيا نعم و منهم من يرخص من يقول العكس يعني في الحقوق دون وجوه البر و الصلة المحظة نعم و لكن اختلفوا بعد ذلك مما تنفق هل من الثلث شأنه في ذلك شأن البالغين أو من الخمس أو من الربع خلاف لكن لا دليل على التفرق إذا أجيز التصرف بناء على هذه الضوابط المتقدمة و أما فيما سوى ذلك نعم يؤخذ من الثلث نعم و الله تعالى أعلم أزاكم ندخل فضل الشيخ كان بودنا أن نطرح أيضا فيما يتعلق بولاية الصبي فيما يتعلق بحقوق المعنوية و أيضا بعض الأحكام القضائية و لكن يبدو أن الوقت قد انتهى إن شاء الله تعالى تكون لنا فرصة أخرى بإذن الله شكرا لكم فضل الشيخ بارك الله أعزائنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوقه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة شكرا لكم فضل الشيخ مرة أخرى نشكركم أيضا عزائنا على المتابعة و المشاركة و نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى لعلنا نتمكن في الحديث عن الصلاة و يمكن أن نعود إلى هذا الموضوع لاستكمال بقية عناصره أيضا إن شاء الله تعالى في أوقات لاحقة ذلك كله سيكون بإذن الله و نعلن عن كل موضوع في مواقعنا قبل الحلقة بيوم إلى ذلك حين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته